رفع مجلس بلدية الجنوبية والمحرك ومجلس أمانة العاصمة توصياتهم إلى وزير البلديات والتخطيط العمراني بفرض رسوم رمزية لدخول الحدائق والمتنزهات بالإضافة إلى استخدام المرافق العامة الزميلة خولي لغرينيس بحثت في الأسباب التي دفعت المجالس لاتخاذ هذا القرار في سياق التقرير التالي اتخذت المجالس البلدية وأمانة العاصمة مؤخرا قراراتها بفرض رسوم رمزية على مرتادي الحدائق والمتنزهات بسبب ارتفاع قيمة الصيانة الدورية على تلك المرافق نتيجة لارتفاع نسبة التخريب فيها حيث اتخذ بلدي الجنوبية هذا القرار بعد استنفاذ كافة الحلول مع مرتادي تلك الحدائق بعد تلقي المجلس البلدي عريضة من أهالي المنطقة أكثر من 300 مواطن أو جار للحديقة قدموا عريضة عن بعض السلوكيات والمشاكل الموجودة في الحديقة وبعد رجعنا إلى الجهاز التنفيذي في البلدية وجدنا أن تكلفة صيانة الحديقة سنويا فوق المائتين ألف دينار حسب تصريحات مدير عام بلدية منطقة الجنوبية وكذلك معاناة الجهاز التنفيذي أو البلدية مع الحوادث اليومية أرتئنا للمحافظة على مكتسبات المملكة فرض رسم بسيط يعني لا نهثر في ميزانيات الصيانة ولكن بغضل التحكم في عدد الداخلين والخارجين من الحديقة توافقت وجهة نظر مجلس بلدي المحرق بهذا الخصوص حيث اتخذ قراره بخصخصة المرافق الحيوية بالحدائق والمتنزهات العامة بعد أن طالت هياد التخريب بشكل واضح كثير من الناس طبعا يبون عيالهم ويكسرون ويخربون وخاصة المرافق يعني كرمكم الله المرافق الحمامات وغيرها في بعض الحدائق وحتى زرع كذلك طبعا يشيلون الزرع من المكانة وتكسير اللي قاعد نشوفه طبعا إذا نقدر ننهاهم ننهاهم ولكن إحنا غير موجودين دائما في هذه المرافق فإحنا كذلك قلنا نجد وسيلة لكي نردع هؤلاء المتطفلين على هذه الحدائق بفرض رسوم معينة رمزية لكي طبعا نحافظ على هذه الثروة من جانب آخر اختلف السبب لدى أمانة العاصمة في قرارها لفرض تلك الرسوم حيث جاءت توصيتهم بأن يتم فرض رسوم رمزية قدرها 500 فلس للفرد لليوم الواحد لمنتزه عين عذاري و300 فلس لمنتزه عين مشعوم للفترة الواحدة من اليوم بهدف تحديد العدد الاستيعابي لمرتادي العيون نحن نقلل أولا عدد الناس اللي ينحق السباحة لأن أولا أنت موضوع السباحة البرت تستوعب عدد معين لهالعدد إذا نحن ما حددنا رسوم الدخول وحددنا في نفس الرسوم أن تحت الست سنوات ما عليهم رسوم لكن الأهالي اللي بيدخلون مع هذلين عليهم رسوم والفكرة أن يعني مثلا عين عذاري ولا عين مشعوم هم برشتين حقيقة هذلين في عندهم صيانة دورية وفي عندهم لازم يكون فيه شخص دائم موجود اللي هو منقذ عشان لا قدر الله يصير شايف أثناء السباحة وما تقدر تقول لازم ليه تحديد لتحديد العدد للدخول لازم تركز على هالموضوع وأظن هذا في مصلحة حقيقة المرتدين لهالعينين وتنتظر التوصيات التي رفعتها المجالس البلدية والأمانة اعتماد وزير الأشغال والشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتدخل حيز التنفيذ وتأتي هذه التوجهات في ظل استهلاك قطاع البلديات لمبالغ قطائلة من ميزانية الوزارة في أعمال الصيانة الدورية خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين